بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة من السوديو التحليلي في قناتكم قناة الأهلي نهاردة بداية مباراة الدوري العام والتي سيكون مباراة مهمة جدا كعادة مباراة النادي الأهلي وراد النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي في افتتاح الدوري الممتاز للموسم الجديد كل سنة وحضرتكم طيبين في النسخة رقم 63 للدوري الممتاز البطولة المفضلة للنادي الأهلي والمحبوبة عند جماهيره في كل مكان عارفين دايما إحنا بنحب البطولة دي قوي لأنها البطولة دي اللي بتوصلنا لكل البطولات القرية اللي إحنا واخدين منها 10 بطولات لحد الوقت في أبطال الدول البطولة دي أصلا النادي الأهلي واخدها 42 مرة وبقيت الأندية مجتمعة واخدها 20 مرة 6 أندية واخدينها 20 مرة النادي الأهلي 42 مرة بطولة غالي علينا جدا وهي بطولة النفس الطويل والأهلي دايما إن شاء الله يبقى هو صاحب النفس الطويل وهو المتوق دائما بالبطولات الدوري اللي جاي إن شاء الله بإذن الله أو اللي إحنا فيه ده واضح من بداية المسابقة هو بدأ من يومين واضح إنه هو هيبقى فيه صعوبة كبيرة قوي هيبقى فيه منافسة ما فيش حد سهل كل الأندية دعمت كل الأندية صرفت كل الأندية عندها طموح كل واحد عنده هدف اللي عايز ينافس اللي عايز يبقى في الأربعة الأوائل اللي عايز يبقى في وسط الجدول اللي عايز ما ينزلش بس كل الفرق دعمت وكل الفرق صرفت عشان كده السنة دي هتبقى سنة صعبة جدا 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 زاد إن هي أصلا سنة صعبة عشان فيها ارتباطات كتير على كافة المستويات سواء الدولية للمنتخبات أو الدولية للأندية كالنادي الأهلي نادي الزمالك نادي بيرامت نادي المصري فالسنة من بدايتها صعبة جدا 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 وشوفنا حضراتكم في اليومين اللي فاتوا المباريات بدأة كأنك انت بتتكلم مثلا على الإسبوع العاشر أو الإسبوع الحداشر لا ده الإسبوع الأول إسبوع مليء بالأهداف حافل بالإصارة والندية الحمد لله رب العالمين إحنا كأهلوية بنحب دايما التحديات يعني إحنا ما بنحبش دايما ناخد الحاجات السهلة إحنا بنحب دايما أنه إحنا الحاجات اللي فيها صعوبات الحاجات اللي هي ميش على المستوى المحلي بس المستوى الافريقي والمستوى الدولي اللي هو العالمي إحنا بنحب الحاجات دي قوي والنادي الأهلي صاحب الأرقام القياسية في كل شيء سواء محليا افريقيا او عالميا نادي الاهلي البطولة دي مهمة جدا 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 وعايز اقول مش رسالة ولكن عايز اقول حاجة للجهاز الفني ولعبتنا السنة دي النقطة غالية جدا النقطة لازم نموت نفسنا عليها السنة دي صعب ان احنا نضيع مننا نقطة في اي ماتش وانت في الماتش خلي بالك بتضيع نقطتين لو تعادل لقدر الله هزيمة لقدر الله مفيش حاجة خالف السنة دي غير انا كمان من رؤيتي للحصل شايف ان في ناس دفع كتير صرفها كتير الادارات بتاعتها بتبقى عايزة مردود بسرعة يعني مثلا بعد الاسبوع الاول بعد الاسبوع الثاني بعد الاسبوع الثالث في ناس ما بتستناش عشان كده انا تخيولي او تصوري ان في تغييرات اريب شوية يعني مثلا على الاسبوع الرابع على الاسبوع الخامس هتلاقي تغييرات في صفوف المدربين انا متأكد من كده ولكن احنا خلينا في نفسنا احنا نادي الاهلي بيبحث عن اللقب اللي احنا افتقدناه السنة اللي فات لقب المفضل ليه نادي الاهلي 42 مرة ان شاء الله ان شاء الله بعون الله السنة دي تبقى 43 وتكون البداية من مباراة اليوم تعالوا نروح نشوف تقرير عن النادي الاهلي صاحب الارقام القياسية في الدوري ونرجع لحضراتكم مرة اخرى ترجمة نانسي قنقر